الفرحة حلوة والفرحة مستمرة ولسه يعني عندنا دلوقتي في التسع ستوديو تحليلي بس عايزة أقول لكم الفرحة مالية شوارع مصر الفرحة في كل مكان لأنه الماتش ما كانش سهل والمصريين ده الإصرار إصرار الرجالة اللي كان موجود في الملعب كان قدامه كمان إصرار الشعب نفسه إنه ورى منتخبه وده اللي حصل الفرحة الحلوة هنكملها علشان ندي كل حق حقه معايا في استوديو تحليلي التاسعة معايا طبعا الناقد الرياضي أستاذ محمد عرائي مساء الخير ومعايا أيضا الناقد الرياضي أستاذ أحمد فوزي العليان مساء الخير سأتقول عليكم إحساسكم إيه بقى يعني كلموني وأنتوا جايين كده في الاستوديو أصفوا لي الشارع كان عامل إزاي هوصف لك الشارع وأكلمك في حاجة برضو حابة أكلمك فيها في الأول أول حاجة الشارع يعني أنا جاي أنا وأحمد بصراح حاجة مبهجة أفراح كبيرة جدا شارع مقفولة فرحة كبيرة جدا للمصريين دائما إحنا كده يعني بنفرح لفرحة أخواتنا طبعا المصريين حاجة فعلا فرحة كنا مفتقدينها بقالنا كتير بقالنا كتير أوي ما عاشناش الفرحة القوية دي الكورة بقالها كتير في مصر مش أفضل حاجة ولكن الحمد لله الفترة دي منتخبنا بيقدي مستوى كبير جدا في بطولة كاس أم أفريقيا ولكن بس إذا شاهدتنا عايزة دي بس معك في النقطة مهمة جدا أول حاجة إن منتخبنا لي كل الاحتاحية وتأديل مننا أيا كان نتيجة المباراة نهائية صحيح نتيجة نتيجة المباراة نهائية صحيح هم أثبتوا رجالة أثبتوا أنهم قد المسؤولية أثبتوا أنهم قدروا يعني يقفوا قداموا عوقات كتير جدا 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 أيا كان بقى نتيجة المباراة نهائية إحنا نفعلهم القبعة وهنروح لهم المطار نستقبلهم لو ما كناش معاهم في الرحلات المسافرة إن شاء الله يوم الحد نحن ندعمهم الملعب لو إحنا ما كناش مسافرين هنروح نستقبلهم هما والجمهور اللي بيروح اللي بيتعب وبيتحمل مشقة الصفر رايح جاي في يوم مش مرة ولا اثنين ولا ثلاثة لا أكتر من ستة وخمس مرات فدي حاجة بصراحة يعني لازم نقولها من دلوقتي هو إحنا هم من دلوقتي جاهزين بمجرد صعود وفي حاجة تانية برضو مهمة أريد أن أوجه التحية لاتحاد القرى المصر اتحاد القرى المصر طبعا عمل ملحمة ملحمة قوية فيه كواليس يعني أنا يعني الوقت يا رب يسمح أن احنا ممكن نحكيها ولكن حصل ملحمة في اليومين اللي فاتوا بمجرد امتهاء مباركة ديفوار مباركة ديفوار كمان حصل ملحمة أن احنا كنا بنواجه يعني ناس مسؤولين في اتحادات تانية وكنا بنواجه الحكام ورغم أن الاتحاد القرى قدم شكوى في التحكيم شفنا الأداء الفاشل من جسامة النهاردة وإزاي الحكم كان متربس بينا بس النهاردة شادوا شوية من الحاجات اللي كانت مادية يعني رفعوا شوية من تمام لا أنا عايزة أقولك أن النضاي كمان في حكم مباركة المغرب يعني تعصف ضد المتخب مصر كبير جدا أكملها جسامة النهاردة ورغم كده رجالتنا قدروا هما يتغلبوا على المعاوقات دي بخلاف بقى المعاوقات مش أكلمك عن درجة الحرارة وسوق أرضية الملعب وسوق الفندق وكمان بقى الحاجات القدرية لما نجي نتكلم النهاردة إصابات بالجملة محمد شنوي إصابة محمد أبو جبل